ترأس سمو الشيخ محمد بن بارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وفد مملكة البحرين في جلسات عمل القمة الإسلامية التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول والتي انتقلت رئاسة دورتها الثالثة عشر لجمهورية تركيا وتعقد هذه الدورة تحت شعار الوحدة وتضامن من أجل العدالة والسلام حيث تم تداول الموضوعات والقضايا المضروحة على جدول أعمال القمة في يومها الأول والتي من أبرزها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والإرهاب والتطرف وآثاره في تشويه الدين الإسلامي الحنيفة وغيرها من المواضيع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي هذا وحضر سمو الشيخ محمد بن بارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مأدبة الغداء التي أقامها سعادة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو على شرف الدول المشاركة في أعمال القمة الإسلامية حيث تبادل سمو الشيخ محمد الأحاديث مع رئيس الوزراء التركي وعرد من الرؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة حول الموضوعات المتصلة بأعمال القمة الإسلامية إلى جانب العلاقات المميزة التي تربط مملكة البحرين مع هذه الدول